هلا شباب هلا صبايا بدكم تشوفوا النجاح خليكم معنا اهلا وسهلا فيكم شباب الصبايا بحلقة جديدة من برنامجكم الشبابي هلا الشباب معكم في الستوديو ايرام رائد جابر برنامج هلا شباب رح يستضيف شباب وصبايا من مجتمعنا نجحوا ووصلوا لأحلامهم كيف وصلوا لحلمهم ونجحوا كل هاي الأمور رح نحكي عنها ببرنامجنا الشبابي هلا الشباب لكل اللي شايفيننا ممكن تبعثو لنا اقتراحات لاستضافة شباب وصبايا في برنامجنا الشبابي هلا شباب يمكن التواصل على رقم واتساب 0524455717 احنا معنيين نعمل معكم مقابلات للتواصل على واتساب 0524455717 الكتابة هي إحدى أهم وأبرز طرق التواصل بين الناس منذ العصور القديمة ولشدة أهميتها عبر التاريخ فقد عد المتخصصون اكتشاف الكتابة واحدة من أهم الإنجازات عبر التاريخ ولم تنى للكتابة هذه الأهمية من فراغ بل لما تقدمه من خدمات جليلة للإنسان فعند الحزن نكتب وعند الفرح نكتب نفسر مشاعرنا بالكتابة لنستريح قليلا من ضجيج الحياة ضيفتنا لليوم أصدرت عدة كتب وتحب كتابة الخواطر كاتبة منذ نعيمة أظافرها وافتتحت مكتبة خاصة لبيع الكتب لنرحب بضيفتنا الشابة الكاتبة ملك لداوي سلامي من مدينة كلنسوة أهلا ومرحبا فيك أهلا فيك إيرام أهلا حابين بداية تاني تعرفين عن حالك وشو سبب ميولك للكتابة؟ اسمي ملك لداوي سلامي عمري 24 سنة من كلنسوة حاصلة على لقب الأول في اللغة العربية وبتعلم اللقب الثاني صاحبة مكتبة شغف لبيع الكتب كاتبة وقارئة ولي ثلاث إصدارات سبب حبي للكتب طبعا فيش كاتب مش قارئ أنا بالبداية قارئة قارئة لعدة كتب عدة مجلات نقدر نقول دودة كتب في مرحلة الكراءة أيام أبكت بالابتدائية طبعا صارت تدفق عند الكلمات صرت بحاجة لدفتر ولا كلام ولا كتاب ولا إشي أكتب شو بجول بخاطري فشوي شوي اكتشفت أنه أنا عندي موهبة موهبة الكتابة صاروا لحوالي يعجبوا بكتباتي كتبات حلوة مش كتبات يعني سطحية فهذا الإشي أعطاني حافز أني أصدر كتب أصدرت الكتاب الأول ومن نجح لنجح أصدرت الكتاب الثاني ومن ثم الثالث والحمد لله مثل ما حكاتي أنه حبك للغة العربية حبك للكتابة بلش من الصغر فهاي الأشياء كلها والحب اللي مش مفهوم ضمن لهاي اللغة شو سببه؟ من وين أجا؟ وهل بتطمحي أنك تكتب أشياء جديدة؟ سبب حبي للغة العربية اللغة العربية لغة جداً فخمة جداً عميقة جداً دسمة لغة جميلة لغة العربية مش أيحدة بقدر يتكنها مش أيحدة بقدر يتعلمها عشاناش بيقوله اللغة العربية لغة صعبة مش سهلة هي مش صعبة هي معقدة هي جميلة بتعقيدها هي ليست بسيطة لغة رائعة أنا بحب الأدب بحب بحب كلمات اللغة العربية بحب الخواتر بحب أقرأ ما بين السطور أطمح طبعاً بأخر إصدار وقريباً إن شاء الله إن شاء الله أنا من ناعمة من وحي أفكاري وخواتر هذولا الثلاث جمل أو الثلاث أسماء هي أسماء كتبك لما نحكي لك هاي الأسماء شو أول إش هيك بجول بخاطرك لما تسمع هاي الكلمات أسماء أسماء كتبة أسماء بذتشر ملك ملك أيام البتدائية الفعفوطة اللي بتروح وبتيجي والمندوبة واللي بتحب الورك ورايحة جاي وبتكتب واللي بتكتب على الكيبورد الكتاب تبعها بتروح تتبع بمتبعها بتتبعها بتتبعها بتتبكه بتتبع طفولتي مشاغباتي هاي أسماء الكتب أحلى مرحلة بحياتي هذول الثلاث كتب بتميز فيهن إنه كل كتاب من اسمه بنعرف إنه كل كتاب بيحكي عن إشي معين هل ممكن تحكي لنا كل كتاب بشو خصصتي شو حكاتي فيه؟ أنا ما خصصتش ما خصصتش كتاب بموضوع معين أنا بتقدر تقول الساعة ثلاثة الصبح أربعة الصبح وحي الناس نايمة أنا ببكى حاطة جنبي يعني أيام الابتدائي وأيام الإعدادي ببكى حاطة جنبي دفتر وكلام على أساس فيه كثير جمل بتجيني هيت وقت النوم بحاج إني أدونها وإنه ثاني يوم أتعمق فيها وأكتب عن هذا الموضوع اللي أجب بالي فهن فيش له الموضوع معين هن خواطر بكى كل إشي جول بخاطري أكتب وأكتب عنه لما زي ما قلتيها وقت الحزن أكتب وقت السعادة أكتب أكتب مذكرات أكتب عن قصص حقيقية واقع بعيش فيه أحوله أحول حالي لشخصية وأكتب عن هاي الشخصية طبعا بدون ما أذكر إنه أنا صاحبة هاي الشخصية بكتاباتي فالإشي بنوع يعني أنت بتحكي إنك بلشت كتابات مني بالابتدائية والإعدادية اللي الآن هو أجيل منتشر فيه الهواتف الذكية والسوشيل ميديا للولد لما يروحوا من المدرسة بدوا يكتب وظايفه بسرعة 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 عشان يمسك التليفون ويلعب بالتليفون كيف أنت برضو كأم بتحكي للأهل إنهم يساعدوا أولادهم إنهم يغوصوا بحر الكتب بحر الدفاتر يكتبوا اللغة يبعدوا عن السوشيل ميديا يبعدوا عن الهواتف اللي أصبحت الجورنالة أشياء غلط كيف ممكن الأهل إنهم يخلوا أولادهم يتقربوا من الأشياء المفيدة ويقرأوا كتب تفيدهم شوفي هو كله برجع لدور التربية يعني شده كلش فيش بديل بين الكتاب أو فيش مكارنة من نقدرش نكارن بين الكتاب وبين التلفون أو بين الكتاب وبين الآيباد يعني هاض إشي وهاض إشي عشان تشجع ابنك يفل التلفون شوي ويحمل كتاب يحمل قصة يتصفحها يستمتع فيها بدك تجيب له كتاب مناسب لجيله أول إشي بدكش تجيب له رواية هالكدة اللي بس يشوفها يتعب يعني بيحس الإشي ممل لازم الإشي يبكى بمتعة لازم تشجيع مثلا فترة تحدي القراءة أنا هاي الفترة تتر بحبها اللي هي عبارة عن كل أفراد العائلة بتشتري كتاب معين مثلا عنوان معين ولازم خلال شهر يبكوا بخلصينه يتناقشوا هذا العنوان يتناقشوا هاي الكتاب بآخر الشهر يقيموه يلخصوا بينهم وبين بعض هاي فترة بتشجع لما الولد يشوف انه أمه وأبوه برضو بيقرأه بتصفحوا الكتاب مش بس هذا واجب عليه أني أنا أعمله فأنا بتديش لأنه كل إشي بنجبره للولد بالنسبة للولد هذا إشي إلزامي وبحاول يتحايده فلازم نقربه عن طريق التحبيب يعني إنه نجيب له إشي يعني على جيله يستمتع فيه في كثير مرات أشخاص بشتروا كتاب بلفتهم عنوان الكتاب أو اسم الكتاب بس بكون الحكي اللي جوات هاي الكتاب مختلف مثلا عن العنوان تبعه صح وبطلب منهم يكره كيف إحنا ممكن نختار كتاب اللي نستفيد منه ويكون لميولنا كيف ممكن إحنا نختاره أو كيف ممكن نعرف شو الميول اللي إحنا منجرين لإنه شوفي أنا مثلا من تجربتي كبائعة كتب في كثير صبايا مثلا بيجن على المكتبة وبأخذن كتب وببكي عارفي إنه هني وكعن بفخ العنوان لأنه في عناوين هي ملفتة العناوين حلوة العناوين بس الفحوة يعني تقدر تكوني فارغ مستهلش إنه الشخص القارئ يعني يتحمس له لأنه الكتاب فارغ فارغ يعني تطلعيش منه بنتيجة إشي يرسخ براسك تعليمي تتعلميش منه وراء الكتاب إشي فأنا بقول دايما توقعوش بفخ العنوان العنوان فخ يا ما فيه كتب عندي على رفوف بالمكتبة مظلومة من عنوانها مظلومة من غلافها حتى الغلاف مرات توقع بفخ الغلاف مش بس بفخ العنوان مرات الغلاف إذا بك يملونه حلوة وبعرفش إيش الواحد خلص بجذب بس لا أنا بالنسبة لي هوا يفخ العنوان فخ والغلاف فخ بيدك تكرأ الكتاب من وراء داك تكرأ المقدمة داك تشوفي فهرست بدك تتصفحوا شوي بدون طبعا استعجال لأنه فخ العنوان والغلاف فخ أنت أيضا قملة طفلة مثل ما ذكرنا كيف بتشجع بنتك إنها تكرأ؟ كيف بتخلي بنتك تكون قريبة من الكتاب؟ تكون قريبة من الكتابة كمان؟ شوفي دا كل الجملة بنتي عمرها أربع سنين بنتي مبارح تضحلي إنها بتميز الفرق بين الرواية وبين الكصة أربع سنين عمرها فالبنت بتميز بين الرواية والكصة يعني شو دا كلت؟ أنا منو هي صغيرة منو أنا حامل وأنا أقرأ لها قصص بكت أقرأ الكصة بصوت عالي وكيني كارأ الكصة لإلي وأنا متأكد أن هي بتسمع وهي بتفوت ثروة لغوية على مخها وهي طفلة صغيرة بكت أجيب لها قصص تلعب عن طريق الكصص طبعا قصص ملونة مش بيض وسود برضو الولد لازم إنه يجذبه الإشي ويستمتع وهو يعمل بالإشي بقدرش أجيب لها قصة بيض وسود بتزهكها وأقول يلا بدأ خلها تصير تحب وبتقدر تقولي أنا هاي حب الكراءة أنا ما زرعتوش فيها أنا شجعتها على هذا الإشي بس هي نسخة شخصيتي ماريا قلدتني شو بكت بكت وهي صغيرة شو ما تشوفني أعمل تعمل فهي نسخة شخصيتي وقلدتني وأنا طبعا شجعت على هذا الإشي ويعني أعطيت فوكوس على هاي النقطة اللي هي الكراءة يعني تركيز أعطيت بالضبط وشجعتها أزياد وجبت لها وطورت هذا الإشي والحمد لله شكلها مشوارها رحيب كزي مشواري إن شاء الله إن شاء الله يعني أنت هلأ هسا بتحكي للأهل إنه شجعوا أولادكم على الكراءة لأنه التشجيع هو اللي بيخلي الولد يكرأ أو حتى يطلب منك تكراله كسة لأنه فيه كمان الأطفال اللي بعدها بتعرفش تكرأ اللي بعدها بأول مرحلة للقراءة اللي ممكن إذا حدا حكالها تصير خلص محبة لهاي لهاي نوع لما تبالج تكرأ تصير تكرأ فإنتي شو بتحكي للأهل بأي طرق يشجع أولادهم إنهم يكرؤوا مثلا بنفع إنه الواحد يأخذ عيلته بدل ما يأخذ عيلته على مطعم أو على رحلة يأخذ عيلته مثلا على معرض الكتاب أو على مكتبي ننتجول بالمكتب اليوم نستمتع بالمكتبي نروح نشوف قصص نشوف كتب نلفلف بالمكتب نلفلف بمعارض الكتب دائما قائمة معارض الكتب وبأسعار جدا شعبية اليوم يعني بتقدر الإشي متوفر عنا يعني بتقدرش يعني فيش أهل يجو يقولوا الكتب اليوم غالي وأنا معيش مصاري مثلا اليوم الإشي موجود بكثرة فبسهولي بيقدر الأهل يعملوا سيطرة على الولاد ويحببوهم بالكتب وبالكصص وبالقراءة بسهولة جدا الإشي كل فترة عنا معارض كتاب دائما بالأخص عنا هون بمنطقة المثلث وعنا مكاتب وزي ما كنت لك بنفع عن طريق تحدي الكراءة نعمل تحدي الكراءة ففي تثير طرق اللي تشجع الأهل إنه ينموا هاي الموهب عند أولادهم منتشر الآن أيضا إنه يقرأوا القصص أو الروايات أو الخواطر عن طريق الهواتف الذكية فشو رأيك أنت بهاي الظاهرة هل الكتاب فقد أهميته بعد ما صرنا نقرأ عن طريق الهاتف طبعا أنا بالنسبة لي أنا ما بنبسطش إلا تمني أحمل الكتاب ألمس ورقه أشم ريحة الورق أطعد الورق وأعلم على الجملة اللي تعجبني دائما محبذ إنه يبكى الكتاب ملموس عشان واحد يستشعر شو بيقرأ بالنسبة لي القراءة الإلكترونية والPDF بتغنيش عن الكتاب الورقي أكيد طبعا وفيه كثير ناس يعني بتزهك من هاي الإشي بعدين أنت جربي أقرأي مقال على الهاتف وطوالي يعني بتجيش رسالي مثلا فبتطلعي بتطر أنتش تطلعي من الكتاب اللي بتقرأي فيها أو من المقال اللي بتقرأي فيها فهذا الإشي بيغنيش عن الكتاب الورقي أكيد أنت بتحكي إنه الكتاب الإلكتروني خلى الكتاب الورقي يفك الطعم طبعا أنت أيضا مثل ما حكاتي إنك مالكي لمكتبي لبيع الكتب من وين أجت هاي الفكرة؟ هل حبك لكمية الكتب هاي خلتك تفتحي مكتبي؟ وين تفتحت هاي المكتبي؟ اسمعي هو أجتني الفكرة بطريقة بكصة جدا قصيرة وبالضحش تقدر تقولي يعني أنا أول ما اتجوزت بكاتت تشتير أروح معارض كتب أيام تبكاتت أتعلم اللقب الأول أروح معارض كتب وأحمل كتب وكذا يعني بإحدى الأيام اقترحت عجوزي إنه شو رايك نصير نبيع كتب؟ بتوفرها حالك بما إني أنا بحب الكتب وبظل أشتري فإيه أنا بصير أبيع كتب؟ طبعا كلي مش مشكلة أكيد يعني زي ما بديت ماشي وروحت جربت بأربع خمس كتب عرضت هنا لبيع عندي وبكى الإقبال رهيب يعني فردت جددت صرت أبيع أونلاين شوي شوي صرت أبيع كتب أونلاين صرت الناس تطلب إنها تيجي دا تشوف الكتب ولازم كمية كتب أكبر فاضطرت إني أعمل مكتبة أقيم مكتبة صغنوني يعني عندي بالدار وكاعدة هاي المكتبة بتقدر تقولي سنتين صاروا يجوها ناس من الشمال ومن الجنوب ومن بلدان جدا بعيدة وصرت مضطرة إنه يبكي موجود مثلا مراحيد بالمكتبة صارت المكتبة لازمها مساحة أكبر لازم على رفوف كمية كتب أكبر فقررنا إنه نزيد مساحة المكتبة ونتبرها لأنه لاقت يعني صدى جدا واسع والناس جثير حبت الفترة لأنها المكتبة بس كتب ورقية وقصص بدون كورتاصية فتبرناها مالها الشهر يعني اللي فستحية جديدة بتقدر تقولي لك مبروك الله يبارك فيت شكرا وهينا الحمد لله يعني الناس معجبة بهذا الإشي والناس مبسوطة والحمد لله إن شاء الله من نجاح لنجاح حبي نسألك إنه حكايت إنه فيقلك إصدار جديد عم تشتغلي عليه مصبوط طبعا مارك كثير وقت بين إصدارك الأخير والإصدار اللي انتي عم تشتغلي عليه هل فيه تاريخ معين لإصدار هذ الكتاب أم انتي بتحب تايج هز مية بالمية مش معتتي وقت هل كل ما تكوني فاضي بتكتبه شوفي أنا لما انتجيني الفترة إذا بكاش معاي وركة وكلام بكتب على الملاحظات بالبليفون بالهاتف بدي حاول أحتي عربي فصحة فإن شاء الله قريبا يعني بديش أقوليش قريبا جدا بس هسا أجا وقت الإصدار الرابع لأنه أنا هسا فيش عندي التزامات المكتب قائمي الحمد لله بتعلم لقب ثاني وأنا سجاهزة لأي إصدار والإصدار الرابع إن شاء الله قريبا يعني شدي حالي هيني وإن شاء الله قريبا ببكى جاهز هل الإصدار الرابع بشبه الإصدارات الثلاثة الأخيرة أم بنا مختلف إشي شبيه شبيه لإلهم بس رح يبكى أقوى يعني إن شاء الله منشوفه على أرض الواقع إن شاء الله وبنجح زي الكتب الثانية إن شاء الله حبي نسألك سؤال اللي هو منسأله لكل ضيوفنا بالبرنامج وين بتشوفي حالك كمان خمس سنين هاي سؤال جدا عميق يعني انتي بتحتي لما نبكى عمري 29 سنة شايفي حالي أنا بطمح لدكتورة دكتورة باللغة العربية إن شاء الله بتتحقق يا الله إن شاء الله فدكتورة ملك بروفيسور ملك باللغة العربية ملك سلامة صاحبة مكتبة شغف اللي هي عبارة مش عن مساحة أرضية عبارة عن ثلاث طوابق إن شاء الله ودايماً طموحات عالية إن شاء الله وإن شاء الله بتحقك كل هاي الطموحات تسلم شكراً إن شاء الله حبي ننهي معك بنصيحة حبي تحكيها لشباب والصبايا اللي عم بتتبعنا الآن عبر قناة هلا نصيحتي اقرأوا اقرأوا ثم اقرأوا ثم اقرأوا ليش؟ عشان نبطل العنف اللي احنا عايشين فيه نبطل الظواهر اللي البشعة اللي منشوفها كل يوم الكرأة نهضة نهضة للمجتمع وثقافة فلو كل شخص يقرأ كل يوم سطر واحد احنا وضعنا تمام التمام فنصيحته اقرأوا الكاتبة ملك للداوي سلامي ابنة مدينة كلنصوة شكراً لك على هذا الحوار الرائع وبالنجاح دائماً عفواً شكراً لإلكم طالعين لفاصل وراجعين خليكم معنا هيا كباب هيا صبايا بدكم تشوفوا النجاح تريكم معنا موسيقى هيا كباب هيا كباب هيا صبايا بدكم تشوفوا النجاح خليكم معنا موسيقى ورجع لكم بعد الفاصل في المناسبات نهتم دائماً بالتفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة وخاصة بما يتعلق بالطعام الذي سنحضره به الموائد ونحن لأنفسنا أيضاً نهتم بما سنأكل والعين أيضاً لها نظرتها بالأطعمة التي ترها وللحديث أكثر عن الأطعمة أنواعها ونأخذ بعض النصائح وكيف تكون البدايات معنا هنا بالستوديو الشيف إسلام غنام من الفريديس أهلاً ومرحباً فيك أهلاً فيك بدايةً حابين تحكي لنا كيف بدأت بهذا المجال وشو كان الدافع لبدايتك بالصراحة أنا أحب للمطبخ بلش من وأنا صغير يعني من أمي كنت دائماً أكون كريب منها أساعدها ومن هنا نبلش الإشي يعني حبي للمطبخ إذاً حبك للمطبخ كان من الصغر وعالم الطعام هو عالم كثير واسع ومتعدد وفي كثير أنواع وفي كثير أصناف كشف إسلام شو هي الأنواع اللي أنت بتحضرها؟ أنا أكثر شغلي بالمخبوزات المعجنات أكثر شغلي طحين ومي هذا شغلي أنا الكرة صانم اللي نفرض الفوكاتشا البيتزا الباكاتم اليوم اللي دارج الخبزة الخميرة الطبيعية اللي حمح ماتسة هذا أنا شغلي إذاً شغلك أكثر بالطحين ومي مثلاً طحين ومي اختصار بسيط كمان مثل ما أنت حسا حكيت أنت مختص بمجال المعجنات والطحين شو السبب اللي خلاك تختصب هذا المجال عن غيره من المجالات؟ أنا إنسان بحب الخبزة بهذا الإشي والإشي جلبني يعني إن في كثير مميزات في كثير أفكار تطلعيها من رأسك إنك مثلاً تخلط الطحين بطحين اليوم بالسوق صاروا يرجع الطحين من قبل ألاف السنين فكل الوقت فيه تجدد بالمجال نفسه يعني يعني الخميرة الطبيعية الناس نسيتها يعني من ألاف السنين اليوم بلشت ترجع من سنتين ثلاث والناس اليوم بس على الخميرة الطبيعية بتشطر إذن أنت لأنك ميال أكثر للطحين حبا تفوت بهذا المجال بتفكر الشيء مثلاً تضيف مجال نحن نحكي بتغير مجال انا بالنسبة للطبيعات كل إنسان عنده طموحات طموحات وأكيد وإن شاء الله بنوصل لكل هاي الطموحات وكل إنسان بنوصل لطموحات اللي بيحب يشوف حاله فيها مثل ما حكينا إنه أهم إشي دايما بمناسباتنا هو الطعام فهل لكل مناسبة فيه طعام معين أم إنه الناس بتطلب من كل الأنواع لأي مناسبة بتعلق بتعلق بالشخص شو بحب أو بتعلق لمين بتوجه لأي شخص اللي مثلا اليوم اللي بيضبط البوفي بتعلق شو الشخص شو بخدر يعمل كل إنسان شو بخدر يعمل هو يعني فيه ناس اللي بتقدر تبرع فيه ناس اللي أكدها بتعلق لمين أنت متوجه لأي شخص إنتي حسب خبرتك بهذا المجال شو بتشعر إنه كل مناسبة مثلا مناسبة معين عيد ميلاد شو بتشعر إنه ملائم إلها أصناف معينة من اللي أنت بتعمله الأكثر اللي هي الكعك اللي لقته أو البيتزة الصغيرة مثلا إذا عيد ميلاد لولد صغير اللي نفرط البيتزة القاتو إحنا كمان الآن وإحنا عم نحكي عم نشوف من المخبوزات اللي أنت بتعملها عبر الشاشة والمشاهدين أيضا قاعدين بشوفو إذا هل ممكن تحكي لنا برضو عن هاي الصور هاي الصورة اللي هين اللي كانت كابلة الفوكاتشا أها في البيضوية أها البيضوية هاي كيف كان كنت بمحل طلبوني بمحل أروح أساعدهم أعلمهم على الفوكاتشا ديار في محل شغال عادي أجد صبية بدها خبز مع سكر وأنا مش رايح إنك عشان أعمال خبز مع سكر أجد صاحب المحل بكل الصبية بدها خبز مع سكر طلبت فبن آدم اللي يعني بالمجال نفسه بدك خلال ثوانت تطلع الشغل نفسه اللي ترغي الزبون ووووهذا ما صار يعان الحمد 받고 20 فقطAD انا دايما بحب اجرب بدار شغلات بما انك حكيتانك بتحب تجرب بدار شغلات هل هاي الشغلات الجديدة بتحب كمان تأخذ رايا عيالتك الصغيرة فيها قبل ما تطلئها انا اول اشي بأخذ رايا الهي بنتي اذا بنتي زاكي يجعلت لي هاي خلص معنا ة فين اصبيه الهي طب هل بتحب كمان بما انك ذكرت انك قبله طفلة او لبنت هل بتحبي تخلي بنتك تشارك أكيد أكيد فيه وديتك كمان صور أنه تبك تساعد فيه وبعدين أمراض بروح أفعاليات بأخذها معاي للبنت دايما يعني أعلم هالإشي الصح أنه أنه إحنا لازم نساعد أنه إذا أنا مكتدر أساعد بساعد يعني الحمد لله إذن هل بتحكي للأهل أنه حلو تخلوا ولادكم يشتركوا بهذه الأشياء أكيد الولد دي يعني كيف دي أحكي لك إياها حياة فلا تطلو تعصوكاس لأسف إنه بحكيها بالعبران يعني إنه لازم نعطي إشي يعملوا يدوي آه آه إنه عمل معين كله إشي اللي يطلع طاقة ممكن يعني اللي يتعلم يساوي شغلات يفكر بعدين لما الطفل من مين بتعلم من أبوه من أمه لما بشوف إنه الأب والأم ناجحين فالأبو إلا الطفل بيطلع ناجح زيهم بده يقلد الأب والأم لقد يصير يطمح إنه يوصل لنجاح أهله أكيد أكيد يعني أنا اليوم إذا بساوي أي شغلة بالدار لازم هي تكون أنا بتضحط أنا بدي أساوي أنا بتضحط وحلوة هاي الروح المساعدة أكيد برضو أنت بمجال شغلك مثلا ممكن نقول إنه الأصناف اللي منعملها هي أصناف معروفة ومعروف كيف تنعمل ممكن لكل واحد طبعا فيه سرمي هنا يعني نظرش كل واحد إله شو بيعملوا هاي بس هال مرة من الأيام صادفك شي هكي طلب خارج عن المألوف اللي أنت حتى استغربت منه صراحة لا الأشخاص مزملاء لقي لك هل بتشعر أنه هاي الأصناف اللي بتكون خارجي عن المألوف اللي بطلبها زبون أي شخص ممكن يعملها إذا بدوه كل إنسانه إراده إذن الإرادة هي اللي بتساوي الإشي قبل ما إنه البني آدم يشتغل عليها بإيضا قبل الفاصل حكيتلي إنه زوجتك أيضا بتعمل تنسيق فواكه كيف أنتو بتساعدوا بعض أو بتنسكوا هاي الأمور مع بعض بصراحة أنا بالبيت بشتغل الشغلة أكثر هي شغلها الفواكه بالمناسبات بالأعياد طبعا شغلها وكانت كمان تكدم ورشات الشف الصغير بالمدارس عندنا بالإفرديز هل بتساعد زوجتك إنها تحضر هاي الفواكه وهل هي بتساعدك كمان بالمعجنات أكيد أيد عائد أنا أنا ساندها وهي ساندتني يعني إذا الناس بتشوف يعني شو عندي كديش أنا بدعمها يعني وهي الحمد لله كمان تدعمني يعني إن شاء الله دايما هيك بتظلوا دعمين لبعض حكيت أنت كمان حكيت لي إنك عضو بجمعية المستقبل لطهال المحترفين في كثير ناس اللي هسا عم بتتبعنا تعرف الشو هي الجمعية إذا ممكن تحكي لنا عنها الجمعية هي عبارة عن طبخين أو ناس بمجال الكندوتوريا مثلا اللي مثلي مثلا هي عبارة عن إذا إنسان مثلا بده يعمل عكيقة بده يساوي أي إشي عن روح ابوه عن روح ابوه عن روح ابوه هاي الجهود حب نسألك كمان مين دعمك وساندك لتوصل لهون بصراحة أنا اللي أكثر شدد علي إن روح أتعلم هذا المجال هي مرتي يعني أنا كنت بدون شهادة يعني كل المرتي يعني لوين تروح ساوي فكررت إنه يعني عن جد إنه الإنسان بدون شهادة معناش نحكيها عالملا إنه بسواش نظم حالله نحن مش إنه كل شخص بيكون حابب شو وظيف نستخترى ونستخدم بأي بن قدم فهمتيني وإحنا طبعا حابين نحكي إنه الشهادات مش كل طبعا كل واحد يحب يحب يكون معه شهادة بس حسب رأي كمان الشخصي إنه الشهادة مش كل إشي في كثير ناس اللي مع هالشهادات وبتبدع بكل الأشياء أنا من قبل ما يكون معاي شهادة أنا كنت أحب أجرب أنا أول ما بلشت بشغلي كنت دائما أظن أتأخر ساعة ساعة ونصط بمجال شغلي أجرب شغلات أساوي شغلات أجرب أشوف شو بطلع معاي ومن هيك الواحد الإنسان بطور نفسه يعني صحيح السلام نطلعوش مرة واحدة دائما نطلعو على مراحل حابين نسألك كون بتشوف حالك كشيف إسلام كمان خمس سنين بإذن الله طبعاً إنه أكون صاحب مصلحة إلي أنا في براس حلم إنه يكون عندي مخبز إن شاء الله بتحكي قائد على إن شاء الله مخبز وطبعاً كل نوع خبز يكون قصة عليه منين كديش صلوا هذا النوع مثلاً زي فترينا كل نوع بفترينا إشي عن اللوح؟ زي ملخص عنه أو عن حالاً أيوة إنه لك تفوتي مش بس تشري الخبز تطلعين نك تكري يعني الكصة نفسها من بيت أجاك زي مدحف للخبز أيوة كيف صار؟ إن شاء الله بتحكيك هاي الحلم إن شاء الله معاً حابين ننهي معك بنصيحة حابب تكديمها للجمهوري المشاهدين اللي عم بتابعنا الآن؟ إن شاء الله إنه صعب شوي علي بالعربي صار يخلم تصوتي على سكاة عشان نبعد عن كل اللي اليوم بنشوفه شوارعنا بالوسط العربي للأسف يعني إذا بالعامية خلينا نلاكي إشي نعملون أيوة إشي نعملون يعني بشغل نفسك نشغل نفسنا بأشياء نيها عشان نبعد عن العرف وعن كل أشياء عم بتصير الآن بالمجتمع وكنت حابب إنه بعرفش إذا بتسمحيل حكيها إنه ياريت لو القناة هين تعمل زي مصابكات مصابكات طبيق أكل كونداتوريا اللي برضو العالم تعرف مش شرط تكوني شيف في ناس اللي عندها مواهب ده تجد تطلعها إحنا دايماً منحب نسمع آراء وناخذ آراء من جميع ضيوفنا ومن جميع اللي بشاهدونا عبر قناة هلا ومندرس هاي الأشياء وإن شاء الله منكدم لكم دايماً كل إشي بتحبهون إن شاء الله الله الشيف إسلام غنام من الفريديس شكراً لوصولك استوديو قناة هلا وبالتوفيق دائماً تحيات شكراً إليك هلا شباب هلا صبايا بدكم تشوفوا النجاح؟ خليكم معنا أعودنا بعد الفاصل وحابيني نذكركم لكل اللي شايفيننا ممكن تبعثوا لنا اكتراحات لاستضافة شباب وصبايا في برنامجنا الشبابي هلا شباب يمكن التواصل على رقم واتساب 052-4455-717 إحنا معنيين نعمل معكم مقابلات للتواصل على واتساب 052-4455-717 للبالونات أشكال وتصميم متعددة والملفت دائماً هي ألوانها التي تبهج قلوبها الصغار وتجذب عيونها الكبار هي بداية لفرح الطفولة إنها البالونات التي تعتبر شريكة الفرحة دوماً فلا يخلو منها يوم ميلاد أو حفل تخريج وحفلات الزفاف وغرف الولادة في المستشفيات والكثير من المناسبات السعيدة بالمعنى الأصح هي وليدة جميع المناسبات السعيدة ولا تخلو من مكان يتواجد به الفرح للحديث عن عالم البالونات دعونا نرحب وإياكم بضيفتنا لليوم إيلانا أبو حمدي بركات من مدينة يركاء أهلا ومرحبا بك إيلانا أهلا فيك حبيبتي أرام تشرفت فيك إيه بدايةً حابين نعرف كيف بلشت بهذا المجال مجال البالونات مجال العالم ومجال واسع بلشت فيه قبل سنة وأكام شهر بدايةً عملت تنصيق وتزين لعيد ابن السنة ومن وقتها بلشت في هذا المجال وبالأخص بعد ما خلصت لقب أول من جامعة حيفا في لقب أول في الفنون عالم البالونات هو عالم كثير واسع يعني أشكال مختلفة، ألوانه، أحجامه احكي لنا شوي عن هذا العالم دعنا نغوص معك شوي باي العالم صحيح، عالم جداً واسع بدايةً أول ما بلشت في طريقي ما كنتش متوقعة أنه فيه مثلاً من لون الزهري عدة درجات منه الفوشيا، الفاتح، اللون الزهري الغامئ كذلك الإزرق أو أي لون ثاني والأحجام طبعاً بلش حجم خمسة أنتش وممكن نوصل لبالون اللي هو بطول أو بحجم إنسان فالعالم كثير واسع وكثير كمان فيه عندنا جودات معينة وشرك معينة للبالونات بهذا العالم الواسع هل لك كل فصل فيه ألوان معينة أم هاي الألوان بس حسب المناسبة مثلاً أو هي كلها نفس الأشكال والألوان؟ سؤال جداً جداً حلو أنا فيش قانوني معين بس أنا شخصياً كمنسقة فبفضل الألوان الفاتحة، الألوان الحيوية زي الأصفر، زهري، أزرق كلها أستعملها وتكون فيه تنسيقات فصول الربيع والصيف والألوان الترابية الهادية زي الأخضر، بني، والموكة كمان أستعملها فيه تنسيقات فصل الخريف متأسفة وفصل الشتاء ودايماً فيه عندك مجموعات جديدة كل سنة عندك مجموعة ألوان معينة بتطلع فطبعاً زي ما فيه مجموعات أواعي كلها كان فصل هيك كمان في عالم البالونات أنت حكايتين أنك أنت بتفضل الألوان اللي خافت شوي بالشتاء والألوان الفاقعة بالصيف فهل رايك دايماً الزبون بتقبله أم إنه مثلاً فيه زبون بيقولك أنا بالشتاء بدي هذا اللون الفاقع فهل الإشي بيمشي حسب طلب الزبون دائماً أم إنه مرات أنت بتبدي رايك والزبون هيك بغير فكره من الموضوع أنا من أول ما بلشت في مجالي قلت عندي أهم شيء الزبون يكون راضي أنا و الزبون دايماً بنقعد بنحكي بنتشارك الأفكار شو هو حابب يكون التنصيق شو الألوان الحابب تكون معه في التنصيق نفسه في الآخر هو رح يكون مبسوط وهو اللي الطلب هاي الزيني أنا علي أنصحوا شو الإشي الدارج حالياً بس في الآخر بنعمل شو هو بطلب وشو هو حابب حتى لو هذا الإشي أنت بتشوفيه حسب رايك إنه خلاشي مكون مش حلو لأنه الواحة دايماً كل إشي قدامه بحب إنه يشوفه حلو إنه مش مرضيكي هلما هاي الإشي مش مرضيكي بتشتغليه بنفس الحب اللي دك تشتغليه وهو إشي راضيكي مثلاً صارت معي أنا شخصياً بحبش لون الأسود والبرتقالي مع بعض ففي زبوني طلبت مني هذا التنصيق فعملت لياته بكل حب بالمهم هي راضي هي بدها هي حابة هذا هو اللي بهمني لأنه هدفي في الآخر زبوني يكون راضي في الزيني ومقتنع كيف ما تقولي لما الواحد عم بيشتغل ودفع هاي الزيني أز يأخذ شوه بده حكينا عن الألوان خلان نحكي شوي عن الأشكال مثلاً نرجع نحكي إنه عالم البالونات هو عالم واسع يعني ممكن نعمل في أشكال إلى ما لا نهاية من هاي البالونات إذن هالي الشكل أنت اللي بتقرريه أم إنه زبون هيك بجيبوا كلك أنا بدي شكل فلان اللي فلان بتعمليه أم إنه حسب كل مناسبة بتشعري إنه لهاي المناسبة ملائم بس هذا الشكل إذا عملنا شكل ثاني مش ملائم أنا في طبعي بحب أخذ وأعطي وبالأخص إسه لما عم بشتغلق من منسقة بالونات صار الإشي زيالي بنقعد أنا والزبون أو بنحكي صحة أو على الواتس أب بطلب منه يبعث لي صور لأفكار هو حبيبة ببعث له صور لأفكار أنا كمان في راسي ومنوصل لقرار مشترك كيف قلتلك في الآخر بهم نزبون يكون راضي ومقتنع هل عملك بالبالونات بحددك من ناحية المساحة اللي عم تشتغلي فيها أم إنه بتشعري إنه من المساحة أنت بتعمل التنصيق من المساحة أنا بعمل التنصيق سؤال جدا رائع وأنا كثير من مرات بكون في هيك مواقف أس بحاول يكون التنصيق حسب المحل ومش المحل اللي لايم التنصيق نفسه إذن أنت بتحكي إنه مش ممكن نعمل الإشي بالبيت ونأخذه معنا لازم إحنا نكون بالمكان عشان نعرف شو التصميم اللي منقدر نعمله بهذا المكان ممكن نعمل تصميم لإشي صغير وتكون المساحة كثير كبيرة اللي يبين بشع للمنظر فأنت بتحكي إنه لازم نروح للمكان صحيح أنا أول ما زبون يتوجه لي ويحكي معي بطلب منه يصور لي المكان اللي هو حابب يعمل فيه التنصيق وعهذا الأساس إحنا بنبني الزين اللي تلايم ويطلع في تناسقين بين المكان وبين الزين بمجال شغلك الزين وكم شهر هذول هل في مناسبة روحت اشتغلت فيها بالبالونات وحسيت إنها كثير أثرت فيك يا هاي المناسبة صراحة أكثر مناسبة أثرت فيه وقت عيد ابن السنة وأول طريقي وأول مجال اللي في تنصيق البالونات بس كل مناسبة بتأثرني بتعرف على ناس جديدة بتعرف على أشياء جديدة فيه ودايما بتعلم الأشياء الجديدة أنت أملة طفل الله يخليلك إياه إن شاء الله هل بتشعري إنه كأملة طفل مجال شغلك هاي إنه مرات مثلا في كثير حفلات اللي بتكون مثلا بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب حتى مرات هل بتشعري إنه هاي الإشي بيسبب مشكلة أو مخليك تبعد شوي عن ابنك أو هيك؟ لا بس دايما في كل مجال في كل شغل فيه الصعوبات أنا الحمد لله عندي دعم من زوجي من أهلي من الأصدقاء خواتي فما واجهتش هاي الصعوبات لمرض مع أني أنا شخص اللي دايما بحس في تقنيب الضمير إذا بدي أترك جوزي أو ابني لأ كان من ساعة بس أنا في بعرف أو أقسم وقت صعب وبعوضهم في أيام وساعات ثانية إنتي حكيتي إنه بكل طريق في الصعوبات شو الصعوبات اللي مركت عليك وكيف قدرت تتخطيها خلي الناس هيك تأخذ من صعوباتك وقدرتك لتخطيها حافظ عشان تقدر تتخطي صعوباتها؟ أول طريقي أنا تعلمت كل إشي لحالي كنت أصهر بعد الشغل وبعد وظيفتي كأم في البيت أصهر هقرع عن الشراك أحضر فيديوهات كيف ممكن أنصق كيف ممكن أزين حتى قبل ما أعلنت عن شغلي بشهر شتريت بالونات من الشراك اللي بدي أشتغل فيها وكنت عامل البيت زي معرض اللي كان يجي لعندي بعرف كنت عامل زي معرض لأنه أنا بهمني المصدقية أهم إشي المصدقية والمهم كمان الواحد ما ييقسش وما يستسلمش أنت حكيتي أنك تعلمت فنون صح إذن هل بتشعري أنه تعلمك للفنون كمان زاد على أنه تتجهل عالم البالونات؟ هذا العالم جذبني كثير عالم الفنون زي ما بدي أعمل تنصيق بالونات هو عبارة عن عندي على لوحة فنون بدل ما استعمل الدهان والفرشاعة بستعمل فيها البالونات فهو عالم كثير كبير وكثير حلي وبشعري في الراحة وفي الاكتفاء الذاتي أريد أن نعرف من كان الداعم لإلك بمشوارك؟ الصراحة زوجي أهلينا كثير دعموا فيي صديقاتي خواتي كمان كثير وسلفتي اسمها ميس بس بحل حالي أقول اسمها لأنه كثير دعمتني وشجعتني إن شاء الله الله بيخليليك إياهم كلهم أريد أن نسألك سؤال الكل بعرف أنه كل ضيف منسأله هالسؤال وين بتشوفي حالك كمان خمس سنين؟ سؤال جداً حلو اللي بيعرفني بيعرف قديش عندي طموحات وأنا بحب أطلع السلمي درجة درجة ومرحلة ومرحلة إن شاء الله بعد خمس سنين بكون مع لقب ثاني في هدفي أتعلم لقب ثاني الفنون وإن شاء الله كمان في عالم البالونات بكون عم بعطي دروس وأصل لدرجة اللي يكون فيها أشعر في اكتفاء ذاتي إن شاء الله بتوصل إلى هاي الأحلام كلها حابين تحكي نصيحة أو تقدمي نصيحة للشباب والصبايا اللي عم بتشاهدنا الآن عبر قناة هلا نصيحتي للشباب والصبايا ولا مرة تيقسة ودايماً ما أكونوا مع الأشخاص الإيجابيين بتعدوا عن السلبيين ودايماً آمنوا في قدراتك وفيش إش بيوقف قدام الإرادي لما الواحد بده لازم يسعى تيحقق ومش دايماً أول الطريق هي الإشاي اللي بيقرر شو هي النهاية رح تكون عشان هيك محداش شيئاس وروحوا وراء أحلامك إلانا أبو حمدي بركات من مدينة يركا شكراً لوصولك في استوديو كنات هلا وإن شاء الله كل التوفيق ونجاح كما عودناكم في برنامج هلا شباب فإننا نسعى لتصلية الضوء على الشباب والصبايا الذين يحققون نجاحات إما في مجال التعليم أو على الصعيد المهني والعملي هذه المرة اخترت أن تكون الفقرة الأخيرة من برنامجنا بمقابلة ميدانية معصبية من مدينة الطيبة هي أسيلحة جيحية التي تدير محلاً لبيع الملابس للنساء والفتيات منذ عدة سنوات زرنا أسيلحة جيحية في محلها استمعنا لها وعودنا لكم بالتقرير التالي أسيلحة جيحية صاحبة محل ملابس من مدينة الطيبة كيف حالك؟ أهلين أهلا وسهلا تمام حابين بداية نبلش نحكي عن كيف فتحتي محل أو ملابس بجيل صغير وكيف كان الشعور ومن وين تبلشت بفكرة أنك تفتحي هون المحل؟ سراحة المحل تقريباً إلو خمس سنين خلينا نقول هاي التجربة كانت كثير حلوة وبنفس الوقت تجربة شفتها واقعية أكثر لأن حسات هاي التجربة من محل أهل بالأساس اللي إلو تقريباً عشرين سنة فما حساتش نهاية تجربة جديدة أو إنها صعبة خلينا نقول مش سهلة ومش صعبة واقعية سلسلة لإني حسيتها ولمستها على أرض الواقع لإني أنا من الأساس كنت من قبل أكون متواجدة في المحل اللي عندهم أساعد أمي بالتنسيق البضاعة اختيارها لما نسافر نطلع نجيبها بعدة أشياء حتى بمساعدة للزباين وقت الحساب كنت أنا أحاسب حتى كنت أحب دائماً أطور فكرة جديدة اللي هي مثلاً طريقة التصوير إذا بتلاحظوا المحلات كابل خمس سنين وست سنين ما كانوش يعرضوا البضاعة عن طريق إشي واقعي يعني حيالله صاحب المحل بيجيب الصورة من الشركة بيعرض السوار بضاعته عن طريق سوار الشركة أنا بكات أحب بالعكس أعمل إشي جديد فكرة اللي تشد الزبون أزيد يشوف الإشي نواقعي أكثر فصرت أصور البضاعة عن طريق نعرضها على نفسي بالمراي وكنت طبعاً أجيب صبايا من البلد أو عارضات أني أصور عليها وأعارضها هاي الإشي كثير طور من المحل ونجحه أكثر والناس حبت فمن هين أنا حسيت أنه هاي التجربة حلوة لإليه وأنا بنتمي لإلها وبقدر أني أكويها أو أني أخليها تتطور أكثر فمن هين بلشت معاي كستني أفكر بهاي التجربة وإني أمارسها أنت حكيت أنه بسبب أنه إمك عندها محل أواعي بالمدينة كمان كان السبب أو أنه كان عليك أسهل أنك تفتحي محل من إدارتك الخاصة بس كيف كان شعورك أو كيف كان طريق الشغل لما أنت فتحت المحل من الصفر وإنت كنت المديرة فيه من كل النواحي طلعي صح مظبوط التجربة والخبرة هي اكتسبتها من أهلي لإني كنت متواجد دائما هناك والدعم الأساسي كان هو أهلي وطبعا بنساش فضل جوزي دعمني كثير بهذا المشروع بس برجع هذا الإشي نجاح إدارته لعامل أساسي إنه إيد وحدة بتسفك الشي يعني أساس هذا النجاح الإدارة هو إنه إحنا الأربعة إيد وحدة أنا أمي إحنا الأربعة أنا وجوزي وأبوي وأمي إحنا الأربعة لحدة الآن البضاعة لما نجيب للمحلين منسافر مع بعض أنا وأمي بنختار البضاعة أبوي وأبوي وأبوي وأجوزي هم بيختصوا بأمور اللي هي الحسابات بيخلصوا مع شركات الشحن بيخلصوا مع مخلصة جمركة إن كان برا طبعا إحنا مستورد البضاعة من تركيا إن كان بإسطنبول أو بتجمرك الإسرائيلة فهاي كل الأمور بتتمركز وإدارتها بتيجي على جوزي أو أبوي هم اللي بيختصوا بهذا الإشي وهذا هو نجاحنا للإدارة تكون مرتبة لأنه الإشي موزع علينا إحنا الأربعة كل واحد بخبرته اللي موجودة عنده بيحطها في المصلحة هاي إنتي حكيت عن التجربة وإنه من بيدر الأشياء بس إحنا حابين نعرف إنه شو شعورك كان لما إنتي استلامت هاي الإدارة وما إنها يشث كثير كبير مش إش صغير إنه تستلمي إدارة بعمر صغير ولمحلة كبير مثل هيك تلع شعوري جدا كان حلو وخاصة الحمد لله لو ما وصلت لهذا النجاح اللي أنا هسا موجودة فيه بالبداية كان عندي كل بني آدم بفوت على مصلحة أو مشروع جديد بيكون عنده تخوفات وفعلا كان بالبداية عندي تخوفات بس بنفس الوقت كان عندي شعور للنجاح كان عندي خلا نقول أكثر 60% وهذا الإشي بعود لخبرتي ولمست بهذا الإشي بأرض الواقع يعني أنا لمست هاي المصلحة وشعرت فيها ومرت فيها عن طريق محلنا اللي هو إله عشرين سنة فأنا من هين بكيت عارفة إنه الحمد لله إن شاء الله رح يكون في عندي نجاح وهذا الإشي طبعا طورته عن طريق أفكار جديدة كيف اليوم أنا بظل أتابع طول الوقت عالم الموضة أشوف شو طالع تريند أحاول كده ما أقدر أوفر كل إشي اللي هو مش موجودة عندنا إن أحاول أوفره بطريقة شبابية أكثر إن كان من ألوان إن كان من موضة إن كان تريند فأنا اشتغلت ع هاي الأشياء كشابة بعمرك وكمان صاحبة محل أواعي كيف ممكن إنك تجي بأواعي تناسك كل الصبايا من كل الأضواق؟ تلعى صراحة اليوم بنات اليوم نلاحظ مش زي زمان يعني اليوم الصبية بتفوت بتبكي هي عارفة شو بدها ليش؟ اليوم العالم متفتح فاليوم الصبية بتجيني قفار عارفة شو هي بدها شو الموضة فالإشي بيكون أسهل يعني زمان كنت ألاحظ وأنا عند إمة تقريبا قبل ست سنين الصبية تيجي بس مع إمها إمها اللي تختاري لها أو الإم أكثر اللي تدعمها اليوم لا اليوم كليل أصلا تيجي صبية مع إمها فاليوم بتيجي البنية عارفة شو بدها أفيلو متكبل الألوان الجديدة فيش حاجة كثير نتك نعيها عليه فهذا الإشي كثير بساعدنا هذ واحد واثنين بنفس الوقت برضو أنا بحاول كد ما أقدر أعطي الصبية أشوف شو هو بلائم جسمها شو اللون الملائم لبشرتها والحمد لله أغلب زبايني بتكبلوا هذا الإشي لأنهم عندهم ثقة بذوكة ومعاملتي معهم وطبعا هذا الإشي برجع بعود كمان لمصلحة المحال كمان هسا حابين نحكي عن الألوان الدارجة للشتاء 2023 شو أكثر ألوان الآن بالأسواق عم بتتواجد؟ بصراحة الألوان الصعقة بلشت من العام وحسنا جدا بكى إقبال كثير عليها حلو فعشان هيك إنه كملت وتجرأت إنه نكمل بشتات الألوان الصعقة خلينا نقول أزد أربع ألوان هاي السنة اللي هي عن جد رايحة النيلة الأخضر وعندك البرتقالة والفوشة هذا الأربع ألوان عم جد قوية في السوق هسا وبلشت زي ما حكيت لك من العام آخر العام هاكل العيد الصغير والكبير وحسنا الإقبال كان عليها رهيب فعشان هيك كررنا إنه نضلع هاي الألوان غير هاي الألوان الأربع اللي حكيتي عنها خلاني حكي عن اللون الأسود اللي منشوفه عم بيجي معنا من فصل لفصله بيظل من الألوان الدارجة اللي ما حد بيستغني عنها شو سبب حب الناس لهذا اللون الأسود؟ صح مزبوط اللون الأسود معروف ملك الألوان بنفس الوقت بلاحظ في المجتمع العربي خصوصا بيحبوا كثير اللون الأسود يعني مثلا بتتعامل مجتمع اليهودي أكثر بيروحوا للأبيض عنا لا بالعكس الأسود ليش؟ بحس إنه عنا بيحسوا إنه اللون الأسود لون مش كثير كاشف فهو لون نوعا ما بيضبذب بنفس الوقت بحس إنه اللون الأسود بيلائم لكل المناسبات إن كان جامعة إن كان زفاف إن كان عملة فلون جدا بيروح لكل إشي وبنفس الوقت بيلائم كل الأعمار إن كان صغيرة أو كبيرة وحب إنهي معك بآخر سؤال نصيحة حابة وجهها لكل الصبايا اللي عم بتتبعنا الآن عبر قناة هلا أنا نصيحة لكل صبية يكون عندها ثقة بنفسها لأنه الثقة بالنفس هي بتطور من الذات لعدة أشياء وبنفس الوقت ما تتأثرش من البيئة الخارجية على أراءها وعى شخصيتها وين ما بتحس حالها إنها هي بتنتمي وشو بتحب وين ما مرتاحة تروح حابة تقدم شكر لأي شخص بحياتك طبعا بحب أشكر جوزي لأنه هو إيد اليمين بكل إشي وعلى وقفته ودعمه دايما معاي بهذا المشروع وكمان بحب أشكر أهلي على دعمهم واكتساب الخبرة منهم ولمعنويات اللي بعطون إياها دايما وكمان لابد أن أشكر زبايني اللي هم دعموني بثقتهم للمحل وبذوقه وبمعاملته السيلحة جوحية صاحبة محان ملابس من مدينة الطيبة شكرا كثير على هاي المعلومات اللي بتجنر وبالنجاح وبالتوفيق دائما تسلام يا حبيبتي وأهلا وسلم وصلنا لنهاية حلقتنا بتمنى إنكم استمتعتوا معنا لليوم بحب أشكر زميلتي عيدة أحمد ناشف وبتمنى لكم أسبوع موفق مني إرام رائد جابر ومن طاقم البرنامج نلقاكم الأسبوع القادم على خير إن شاء الله وإلى اللقاء موسيقى خلا خباب خلا صبايا بدكم تشوفوا النجاح خليكم معنا اشتركوا في القناة